بص يا جماعة انا جربت كفر الشيخ النهاردة يعني اللي انا شفتوا منها ان الصبح مست سلام عليكم صباح الفل صباح الورد نهاركم عسل ان شاء الله بعد طول غياب وبعد عذاب وبعد بحث عن الاسماك اول حتة حلوة نستفتح بيها بعد تقريبا شهر شهر ايه والله النهاردة رحت كفر الشيخ شكلها ان شاء الله يعني هتجبرنا النهاردة ان شاء الله ضيعت حتة كبير انا الصبح ودلوقتي ده اول استفتاح عيد الليه خدت شوات سمك كفافي وربنا كريم ان شاء الله هنوصف لكم كل حاجة بس تابعونا بس ان شاء الله ربنا يجملها بالستر وتفضل ماشي معنا حلو ونقدر نعملكم فيديو حلو تابعونا بس متنسوش طبعا تعملونا لايك لو عجبتم الفيديو بص يا جماعة انا جربت كفر الشيخ النهاردة يعني اللي انا شفته منها ان الصبح مثلا تديلك سمك كبير زي ده كده يعني حتة مثلا نقول انصص وكلا الله رب ماشي لو تلقف لك حتتين تلاتة بالطوع لحد دم الغلة ايه تشتغل معاك ماشي الطوع مشتغل معاك كويس الصبح خالص دود الارض يعني اخر النهار بتقت ايه خدت مثلا حتة زي كده اللي هو الكف المحمل اللي هو تحت الربع والباقي ايه يعني كفافي سمك ايه سمك كفافة يا جماعة انا طبعا كنت في منطقة اللي هي اسمها النمل ما عرفش طبعا الكلام اللي انا بقوله دود حينطبع لكل الميات ولكن ده كان يومي ده كان يومي ودي كانت ظروف يومي اللي انا لاحظته يعني ان الميا بتاكل كويس الصبح بالطوع وبيدخل سمك خشي الكلام ده الصبح بعد كده بقى ايه اول ما الميا بتسخأ الغلة بتبدأ تلقط بيها مثلا سمك كفافي بيدخل برضو بعض سمكة كبيرة والله المستعانة جماعة هو الموسم انا رأيي ان احتمال الموسم ده يطول شوية ان شاء الله يعني يعني انا حاس ان الموسم ده هيدق معنا لحد شهر واحد لان تقريبا السنة دي احنا مشفناش سمك خالص ما استضناقش وظن اللي عندي زي اللي عندكم كلنا شباب عضينا يعني اشتركوا في القناة طب انا هنعمل المراية بتاعتي بس ايه مش هنكتر يعني يعني شوية غلة زي دوق وشوية علف زي دوق انا مش عارف الدور دوت حد قاعد عليه اعطاله علف كتير غلة كتير فانا هننزل عليه ايه بالراحة لو لقيته محتاج بعد كده هننزله اشتركوا في القناة 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 شكرا